وَإِذَا تَعُوَّذَ الْإِنسَانُ عَلَى عِبَادَهِ فَإِنَّهُ يُلَزِمُهَا وَلَا يَنْتَكِسُ وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه وإن قل لا متفق عليه فالإنسان يحرص على أن يدوم على الأعمال الصالحة من قيام الليل ما تيسر له وجعل حزب الله يقرأه من كتاب الله تعالى يواضب عليه طيلة السنة في كل يوم وكذلك محافظته على السنن الرواتب ومن حافظ على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة والمراد بذلك السنن الرواتب وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وبين كل أذانين صلاة والإنسان ينتهز أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة ويحرص على متابعة المؤذن وكذلك يحرص على الدعاء عند نزول الغيث ويحرص على الدعاء في آخر الليل حيث ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله وعظمته ويقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر الله هل من تائل فأتوب عليه فمواسم الخير مستمرة مع الإنسان الحريص على نفع نفسه والحريص على إعلاء منزلته عند الله تبارك وتعالى اشتركوا في القناة